سعد بن أبي وقاص فارس الإسلام وخال الرسول نشأة سعد بن أبي وقاص ولد حب سعد بن أبي وقاص في مكة المكرمة ينتمي إلى عائلة عريقة من قريش تميز منذ صغره بمهاراته الفذة في الفروسية والرماية فكان من أشهر فرسان قريش إسلامه المبكر لم يكن سعد بن أبي وقاص مجرد فارس ماهر بل كان رجلا ذا قلب طيب وشجاعة فائقة فعندما سمع بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمن بها دون تردد ليصبح من أن أوائل من أسلمه موقفه البطولية كان سعد بن أبي وقاص من أشد المؤمنين إيمانا وأقواهم عزيمة فشارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان غزوة بدر كان سعد بن أبي وقاص من أصحاب الألوية الثلاثة في غزوة بدر معركة الخندق برز سعد بن أبي وقاص في معركة الخندق حيث قاتل ببسالة فائقة وقتل العديد من المشركين غزوة خيبر قاد سعد بن أبي وقاص جيش المسلمين في غزوة خيبر وحقق نصرا ساحقا على اليهود افتوحات عظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعب سعد بن أبي وقاص دورا هاما في نشر الإسلام وفتوحات المسلمين معركة القادسية قاد سعد بن أبي وقاص جيش المسلمين في أمعركة القادسية ضد الفرس وحقق نصرا تاريخيا فتحت على إثره بلاد فارس تأسيس الكوفة أسس سعد بن أبي وقاص مدينته الكوفة التي أصبحت فيما بعد مركزا هاما للحضارة الإسلامية فضائله ومناقبه كان سعد بن أبي وقاص من عن العشرة المبشرين بالجنة وذلك لشجاعته وإيمانه وورعه شجاعة فائقة كان سعد بن أبي وقاص من أشجع فرسان العرب ولم يخش أبدا مواجهة الأعداء في سبيل الله إيمان راسخ كان سعد بن أبي وقاص من أكثر المؤمنين إيمانا وتمسكه بدينه الإسلامي كان مثالا يحتذا به أورع وتقوى كان سعد بن أبي وقاص من أكثر الصحابة ورعا وتقوى وتجنب المحرمات والشبهات أفاته توفي سعد بن أبي وقاص في المدينة المنورة سنة خمسة كم وخمسين ها تاركا وراءه سيرة عطرة مليئة بالإيمان والشجاعة والتضحيات خلاصة سعد بن أبي وقاص نموذج مشرف للصحابي المخلص الذي جمع بين الشجاعة والفروسية والإيمان والعمل الصالح